موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبات وطالبات الصف الخامس التعليم الفني الصناعي تخصص الملابس الجهزة نظام الخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأوائل ومع مادة جديدة من مواد التخصص وهي مادة الألات والمعدات والصيانة في حلقتنا النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع بعض معدات القص الحديثة والمتطورة واللي كنا اتكلمنا عنها كانت أنظمة القص كانت نظام القص بالكمبيوتر وقلنا منها القص بالليزر والقص بالمياه باستخدام المياه والقص باستخدام الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء كنا في حلقتنا اللي فاتت اتكلمنا عن القص بالليزر وشوفنا شكل مبسط ليه وشوفنا برضو فيديو مبسط ليه ولو تاخدوا بالكم برضو كان في التتر بتاع حلقتنا النهاردة كان فيه جهاز كده رايح جاي بأشعة صغيرة كده بيوضح أو بيقص كلمة ظهرت في الآخر كلمة الأوائل هو ده برضو القص بالليزر هي طبعا حاجة فاني شوية بس احنا قلنا نوضح بيها ونربط المجال بتاعنا ونركز مع بعضه ما يبقاش كله ضغط في المجال الدراسة فقط هي نفس الفكرة الأشعة الليزر اللي وضحت معنا لكتابة كلمة الأوائل هي نفس النظام اللي احنا بنستخدمه بس في مجال أجزاء البطرون بتاعتنا أو قص أجزاء البطرون بتاعتنا نشوف كده مع بعض القص بالليزر بيكون عامل ازاي او اتكلمنا عنه في حلقتنا اللي فاتت وقلنا كان هو بالمنظر ده اه دي الشعاع اللي هو بيتحرك وزي ما قلنا بيرسم لي الشكل اللي أنا عايزه بناء على الأمر اللي هو مديهوله في جهاز الكمبيوتر بتاعي وشفنا فيديو كان مصغر ليها لما وضحنا ان هو كان الأمر عنده على جهاز الكمبيوتر ان هو بيفرغ لي على الأشكال اللي قدامنا دي وبيفرغها لي ازاي واتكلمنا وعرفنا ايه السبب ووضحنا سؤال اللي هو علل ان جهاز القص بالليزر غير منتشر ووضحنا ساعتها تلات أسباب كان الارتفاع التكاليف القص مقارنة بالطاقة الانتاجية او بالانتاج اللي هيطلع من خلاله كمان ان هو لا يقص اكتر من تلات طبقات كمان ان هو بيحدث لي تفاحم نتيجة لاستخدامه والتفاحم ده بيكون على اطراف القطعة المقصوصة وده طبعا بيقلل لي من قيمة المنتج بتاعي كمان عرفنا او بدأنا في ان احنا نعرف نظام العمل بتاعه بيكون ازاي او بيشتغل ازاي وقلنا كانت اول خطوة منه ان احنا بنوجه شعاع من الضوء والمقصوب بالضوء هو شعاع الليزر بيكون كتره ربع ملي متر وده بيخرج من فوهة مخصصة لده الفوهة اللي هو كان العمود الرفيع اللي بينزل منه الضوء هو فيه سقب كده في نهايته بيخرج منه الضوء بيخرج على المكان المراد قصو اللي انا مطلوب ان انا اقص عليه او الخط اللي انا هقص عليه كمان بيقول لي ان هو بينتج عنه او بينتج عنه ابخرة وحدوث بعض التفاحم والبخار ده طبعا ممكن يئزيلي العمال اللي موجودين في قوضة القصو بيرفع لي في نفس الوقت درجة حرارة الغرفة بيرفع لي درجة حرارة الرطوبة فبيعرض لي المصنع لمشكلة كبيرة زي ما قلنا فبيتحول لان احنا لازم يكون عندنا زي ما احنا عارفين نظام السلام والامانة المهنية للمكينة وللعمال في نفس الوقت ففي الحالة دي هو بيديني سماحية ان انا امرر غاز خامل في غرفة القصو والغاز الخامل ده زي ما قلنا ان هو بيكون غاز غير ناشط وظفته ان هو بيشفط او بيتم سحب الابخرة وفي الاخر القوضة فارغة وخاوية من الابخرة يعني زي ما قلنا كده بينتج عنه ابخرة وحدوث بعض التفحم يمكن تفديها بامرار طيار غازي ده اللي احنا محتاجين نركز فيه عشان نكتبه تفديه بامرار طيار غازي خامل يقوم بامتصاص الابخرة طيب ايه الخطوة التانية اللي انا اكون محتاجها في نظام العمل بتاعنا بيقول لي ان شعاع الليزر لا يحتاج لسن طبعا لان هو في الاول وفي الاخر عبارة عن انبوبة بنملاها وهو بيتم تفرجها وملوها مرة اخرى فهو هنا بيوفر لي عملية السن يبقى كما ان شعاع الليزر لا يحتاج للسن وانما يحتاج لتجديده كل فترة يحتاج لتجديده كل فترة طيب ايه كمان بيقول لي بيفضل استخدام هذا النظام اللي هو القص بالليزر في قص الالياف الطبيعية وليس الصناعية طبيعي من اللي احنا قلناه واللي احنا عارفينه طبعا للسنين اللي فاتت ان الالياف الصناعية في طبيعتها واللي درسناها في مادة الخامات قبل كده ان هي بتكون قابلة للانسهار ففي الحالة دي لما امرر عليها شعاع من الليزر او شعاع من اللهب النار ففي الحالة دي هيحصل لها عملية انسهار وتفحم في الاحرف بتاعتها ففي الحالة دي بنقول لما يجي استخدم جهاز او قلة القص بالليزر ما استخدمش معاها الخامات الصناعية لكن استخدم الخامات الطبيعية لان هي بتكون مقاومة لهذه العملية او لجزئية الانسهار ففي الحالة دي هقدر احافظ على اطراف الاجزاء المقصوصة بتاعتي بالشكل اللاقق ومش هتقلل لي درجة جودة الاجزاء المقصوصة تمام نرجع نكمل مع بعض يبقى يفضل استخدام هذا النظام في قص الالياف الطبيعية وليس الصناعية حتى لا يؤدي لانسهارهم كمان بيقولي ان بيتم توجيه الاشعة بالكمبيوتر عن طريق البطرونات المعدة سابقا اللي هي معدة على جهاز الحاسب الالي اللي تم عمل البيانات الخاصة بيها واعدادها وتعشيئها في مساحة معينة ودينا الامر بالقص فهو هنا جهاز او اه الرأس اللي هي الشعاع اللي بتتحرك بيتم تحركها بناء على الامر اللي موجود في الكمبيوتر اللي هو كنا غزنا قبل كده بمعلومات وقطع اجزاء البطرون احنا كنا عملنا رسمنا البطرون وعملنا عملية تعشيء في مساحة معينة اللي هو في عرض القماش المحدد بالنسباني والطول اللي هو حسب المتراش بتاعنا او حسب الماركر مطلة فانا مغزية الكمبيوتر بهذه الاوامر وايلاله ان انا عندي حردة الرأبة بيكون هنا الكتفة هنا حردة القماش بتكون هنا طول القطعة دي كده وهكذا لان احنا طبعا حطين مأسات مختلفة مع بعض فبيتم بناء على اه عملية التعشيء والمتراج اللي حصلت واللي كانت موجودة على جهاز الكمبيوتر هي بتدي اوامر للاصل ان هي بتمشي على هذه الحروف بالزبط نكمل مع بعض نشوف كده حاجة صغيرة برضو فيديو صغير بيوضح لي عايزة عايزاكم بس تركزوا في الاضاءة اللي هي الخاصة بالليزر نفسه هي دي الطاولة بتاعة التراميزة نفسها اهو وهنا شايفين ده العمود الافقي وقادي السير الجلدي اللي بتحرك عليه الراس الاضاءة اللي تحت دي هي دي اضاءة الليزر وهي بتتحرك كده مش بتتحرك بطريقة عشوائية لأ اهو شايفين هنا ظهر اكتر شايفين الدول الاحمر ده هو ده شعاع الليزر هي مش بتتحرك بطريقة عشوائية لأ بالعكس هي بتتحرك بناء على الاوامر اللي موجودة عندها في جهاز الكمبيوتر ولو تاخدوا بالكو هي برضو عدد الطبقات بتاعتنا هنا ولا يلا هي موجودة طبقة واحدة اللي هي بيشتغل عليها لان احنا قيلين ان هو لا يزيد عن تلات طبقات مكونات القص بالليزر يعني الجهاز نفسه او مكينة القص نفسها بتتكون من ايه زي ما اخدنا قبل كده اه مكونات القص بالكمبيوتر نفسه الجهاز نفسه عبارة عن ايه ايه هي مكوناته فاحنا كمان محتاجين نعرف مكينة القص بالليزر دي عبارة عن ايه اول حاجة بما ان هي فيها شعاع ليزر يبقى الشعاع ده بيجي من مكان معين اه المكان ده هو بيقولي الشعاع بينطلق من حاوية الليزر حاوية الليزر اللي هي الانبوبة اللي هي مليانة بيه تمام يبقى شعاع بينطلق من حاوية الليزر ايه كمان الرأس القاطع اللي هي الرأس اللي هي بتتحرك معايا يمين وشبال زي ما احنا شفنا اللي كانت على السير الجلدي طيب الرأس القاطع دي مالها بتحمل مجموعة من الميرايات منتظمة طيب وظيفتها ايه لو تاخدوا بالكم في الفيديو اللي فات انا قلتلكم اخدوا بالكم من الميرايات دي او من الازاز اللي موجود ده هيفدني وعايزاكوا تركزوا فيه هي دي الميرايات اللي موجودة عندي بتكون موجودة في الداخل في الرأس اللي بتتحرك معايا دي هي دي اللي بتعكس لي اشعة الليزر وبتوجهها في نقطة معينة وبتخليها تركز على نقطة معينة يبقى نرجع تاني ونشوف الرأس القاطع بتحمل مجموعة من الميرايات منتظمة لتسمح بنعكاس الشعاع وتصويبه لوضع القص وتصويبه لوضع القص يعني توجيهه لمكان القص كمان حاسب قالي لو نظم خروج الليزر وتوجيهه يعني ايه الكلام ده يعني هو اللي بيديله يخرج بكمية قد ايه ويتحرك في انهي اتجاه ارجع افرقه الفيديو تاني اللي هو فيه الجزئية بتاعة الميرايات عشان خاطر تركزه بس معايا اهو هنا لما اتحرك احنا شايفين ده الجهاز اهو وادي الشعاع بيتحرك بتحرك على رسمة معينة بناء على اللي موجودة عنده على الكمبيوتر مش بتحرك لوحده اهي بصوا كده هي دي اللي انا بقولكو عليه شايفين هي دي دي الميرايات الميرايات دي مش وظيفتها دي موجودة في الرأس من اسفل هي مش وظيفتها اه ان هي بتعكس للرسمة اللي موجودة على الكمبيوتر لا هي وظيفتها ان هي بتعكس اشعة الليزر اللي هي اه بتخليها تنزل في نقطة معينة او بتوجيها في نقطة معينة اهي هي دي دي اللي انا كنت بقولكو عليها المرايا اللي هي موجودة في الرأس بتاعتنا وهي دي اللي بتوجه اشعة الليزر طيب نرجع نكمل تاني تمام وقادي الحاسب الالي خلاص هنا بقا عايزين نعرف السرعة بتاعته سرعة قالت القص دي هل هي اه سرعتها قليلة هل هي سرعتها كبيرة طب هي مكنة القص بالنيزر دي هل هي الافضل ولا القص بال الاسلحة اليدوية او المقصات اليدوية ولا المقصات الكهربية هي اللي افضل انهي اللي هيفدني في الطلبية بتاعته افضل مين اسرع مين بيطلع لي جودة افضل مين بيطلع لي كمية اكبر ده لازم اكون انا عارفه كويس يعني زي ما انا اه برضو هفتكر معاكو احنا كنا قلين ان اه القص عن طريق الليزر ما بيزيدش معايا عن عدد ثلاث طبقات وزي ما شفنا كان على الاجهزة بتاعتنا كان دايما بتبقى طبقة واحدة طب هل هيا دي هتفدني في الانتاج الطلبية الكبيرة لا احنا قلنا طبعا مش هتفدني في انتاج الطلبية الكبيرة وعشان خاضر كده هي غير منتشرة طيب ووه السرعة بتاعته هل هي سرعته اعلى ولا سرعة المقص المستطيل او المستدير اللي احنا كنا وغدينه قبل كده انهي اللي اسرع فيهم ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي بصوا كده معايا بيقول لي انه سرعته من 13 ل 15 متر في الدقيقة تمام من 13 ل 15 متر في الدقيقة طيب وانخفاضها او زيادتها ده نتيجة لايه يعني هي كده زايدة ولا قليلة لا هي كده كمان قليلة طيب هي ممكن تزيد او بتزيد عن كده طب مين اللي بيتحكم في ان هي تزيد او تقل بيقول لي ده ناتج عن سرعة انتقال الاشعة من خلال المراية العكسة شايفيني اللي احنا كنا بنتكلم عنها واللي احنا وضحناها في الفيديو اللي فات السرعة دي اللي هي بتبدأ معايا من 13 ل 15 متر في الدقيقة بيقص من 13 ل 15 متر في الدقيقة انخفاضها او زيادتها نتيجة لايه نتيجة للمراية العكسة الموجودة في رأس القاطع من تحت اللي احنا قلنا ان هي وظيفتها تجميع اشعة الليزر وعكسها ونزولها في نقطة معينة طيب السرعة اللي هي من 13 ل 15 متر في الدقيقة دي ممكن تزيد وتوصل لفين اللي ممكن ان تصل ل40 متر في الدقيقة الواحدة شايفيني السرعة زادت قد ايه يعني بتبدأ من 13 ل 15 متر في الدقيقة وبتوصل ل40 متر في الدقيقة ده طبعا حسب اتجاه ضبط المراية اللي هي المرايات اللي موجودة عندي وسمك طبقات القص اللي هي التخانة بتاعتها او عدد طبقات القص يبقى كمان زيادة السرعة دي بجانب ان هي بتتوقف على المراية وظبط اتجاهتها وتوجيهها كمان بيتوقف على سمك الطبقات وارتفاع عدد الطبقات يبقى لما ييجي يقولني ما هي اسباب انخفاض وزيادة سرعة جهاز القص بالليزر هنقول زبط اتجاهات ضبط الدواية او حسب اتجاهات زبط المراية وسمك طبقات القص تمام طي ايه كمان بيقول لي ان الطاولة اللي هي الترابيزة بتاعت القص بتاعتي دي بيقول لي ان هي اوتوماتيكية تتحرك على سيور متحرك اللي هي سيور جلدية وظيفتها ان هي بتتحمل او بيتحمل عليها الاقمشة قبل وبعد عملية القص زي ما موجود في جميع الانظمة اللي هي الخاصة بالكمبيوتر اللي احنا شفناها قبل كده كانت كلها سيور جلدية متحركة فبرضو في نفس النظام القص بالليزر طاولة القص بتاعتي سيور جلدية متحركة بتبقى وقفة مجرد ما بتتم عملية القص في الجزئية دي تبتدي تتحرك وبتيجي الجزئية اللي لسه متقصتش وهكذا تقصها تتحرك وهي بترحلل الاجزاء المقصوصة بعد عملية قصاء اوتوماتيكيا بدون تدخل العامل طيب ايه كمان بيقولي ان سرعته بتكون اكبر من القص او المقص اللي هو الكهرابي اللي هو زي ما قلنا المقص المستطيل او المستدير وخلافه هل هي فعلا سرعته اكبر اه بيقولي سرعته اكبر بكتير طب ليه لان سرعة المقص المستطيل او المقص الكهرابي عموما بيستصل ل 12 متر في الدقيقة طب احنا كنا قيلين من 13 ل 15 وممكن تزيد معايا ل40 طب شايفين الفرق قد ايه طب ده معنا كده ان القص بالنيزر هو اللي هيكون افضل من المقص الكهرابي هنشوف مع بعض اذا كان افضل ولا لا لو تفتكروا هتسمعيكم مصبوط بتقولوا معايا هو فعلا سرعته اكبر لكن عدد الطبقات اللي بيقصها اولي المصبوط يبقى في الحالة دي لما يجي اقار ما بين وما بين القص بالنيزر والقص بالمقص الكهرابي مين في الطاقة الانتاجية اللي هيفدني اكتر في الحالة دي القص بالمقص الكهرابي هو اللي هيفدني في الطاقة الانتاجية الاكبر لما يكون الطلبية اللي عندي كبيرة لكن في حالة لو الطلبية اللي عندي قليلة اللي يطلعها لي مصبوطة ويطلعها لي اسرع هو القص بالليزر حددت بناء انا على ايه السرعة بس طب ما سرعة الليزر اكبر اللي اعتبر ارتفاع الطبقات هنا لازم اخد بالي كويس او يبقى لما يجي يقول للحضرتك او لما يجي يقول في الامتحال صح او غلط بيبقى القص بالليزر اكبر في الطاقة الانتاجية بسبب سرعته طبعا في الحالة دي هيكون غلط لان هي سرعته عالية او لكن طاقته الانتاجية بتكون اقل وهكذا تمام كده طيب لما يجي يقول لي مين اكبر يعني ده او ده انهي اكبر او اكمل او ايا كان هنقول ان سرعة القص بالليزر بتكون اكبر من سرعة المقص الكهربي في السرعة بتكون اكبر لان مع ذكر السبب مثلا هيبقى لان سرعة المقص الكهربي بيكون 12 متر في الدقيقة الواحدة طيب هنا بنقول بعد ما قلنا ان السرعة بتاعته بتكون اكبر من المقص الكهربي لانه بتصل ل12 متر في الدقيقة لكن هنا هو بيكمل معايا ويقول لي لكن يقص عدد طبقات اقل بكثير من الطبقات التي يقصها المقص الكهرابي خلاص يبقى لما يجي يجيبها لي في جزئية كاملة على بعضيها ويجيبها لي نقط مثلا يبقى سرعة المقص بالليزر نقط المقص الكهرابي في حين عدد طبقات التي يتم قصها بالمقص الكهرابي نقط بالنسبة للمقص الليزر يبقى اول واحدة هتكون اكبر وتاني واحدة هتكون اصغر لان سرعة المقص الليزر اكبر وعدد الطبقات بتكون اقل في المقص الليزر طيب نكمل بعد كده ده شكل من اشكال القص بالليزر او جهاز القص بالليزر هي بتكون ده السير ده السير الجلدي المتحرك وهنا ده العمود الافقي اللي بيتحرك عليه رأس القص اللي هو بيبقى فيها العمود اللي فيه الفواهة اللي بيتم منه تخريج اشعة الليزر في عندي بعد كده محتاج اعرف مميزات وعيوب القص بالليزر ايه هي المميزات بتاعته اول حاجة اول حاجة من مميزاته هو الاكسر استخداما لقص الطبقات الفردية طبعا ده اللي احنا بنقوله من الاول لان احنا زي ما شفنا في الفيديوهات بتاعتنا الطبقة اللي بتبقى محطوطة على مكانة القص هي طبقة واحدة واحنا قلنا من اسباب عدم انتشاره انه هو بيقص اقصى حد ثلاث طبقات تمام يبقى من مميزاته انه هو الاكسر استخداما في الطبقات الفردية واحد تلاتة وهكذا اللي هي بتبقى اعدادها كمان قليلا طيب ايه ميزة كمان ممكن بيقدمها للقص بالليزر او لما يجا استخدم القص بالليزر اهو زي ما هو معنا بيقص في جميع الاتجاهات حتى في الزوايا الصعبة والمنحنية بيقص في جميع الاتجاهات باي زاوية وباي انحراف وطبعا ده كان بيبقى صعب علينا في المقصات الكهربية سواء كانت المستطيلة او المستديرة فبالتالي لجأنا للمقص السيرفو اللي هو المنشار اللي هو كان سنه رفاية فكنا بنقص الأجزاء الكبيرة او الحرادات الكبيرة بالمقصات العادية المستطيلة او المستديرة والأجزاء الرفاية دي كنا بنسبها على جنبه وبنكمل قصها على المقص السيرفو لكن هنا خلاني مستغنية عن هذه المرحلة ما بنتقلش من جهاز قص لجهاز تاني لا هو هنا بيقول لي بيقدر ان هو يقص فيه جميع الاتجاهات زي ما شفنا حركة الرأس بتاعته في الطول وفي العرض ويمين وهكذا وبيقدر باي زاوية سواء كانت زاوية قايمة او زاوية منحنية صغيرة فهو عنده جودة عالية في القص في هذه الجزئين كمان من مميزات وان هو لا يحتاج لسن زي ما احنا قلنا ان احنا ما بنحتاجش نسنه زي سن السلاح المستطيل او المستدير او المنشور لا احنا هنا بنحتاج عملية تجديد ليه فقط لا غير يبقى هو هنا لا يحتاج لسن دي من مميزاته طيب في عيوب اه طبعا في عيوب نشوف كده مع بعض العيوب بتاعته اول حاجة انخفاض الدقة عند القص اكثر من ثلاث طبقات يبقى اول حاجة بيقول لي اول عيب من عيوب وان انا لما اجي اقص اكتر من ثلاث طبقات بتحصل لي مشكلة في عملية القص ازاي بيقول لي الاختلاف ابعاد الاجزاء المقصوصة من الطبقة العلوية لاخر طبقة سوفلية يعني انا موجود عندي وليكن عدد من الطبقات فوق بعضها كده لو زودت عن عدد اكتر من ثلاث طبقات بيقصلي الاجزاء اللي فوق بشكل جيد يعني انا عملت ارتفاع كده بيقصلي الاجزاء اللي فوق بشكل جيد وبتطلع الاجزاء كل جزئية لوحديها لكن في الباقي من تحت بلاقي جزء منها تقص وجزء لازق لسه جزء تقص وجزء لازق ففي الحالة دي بقى جودة القص مش مصبوطها بقى انا محتاجي بمقص معايا واكمل قص الاجزاء اللي مش مقصوصة دي يبقى هنا بيعمل لي مشكلة يبقى داعيب من العيوب بتاعته هي انخفاض دقة القص في اكتر من ثلاث طبقات وده نتيجة لاختلاف ابعاد اجزاء المقصوصة من الطبقة العلوية لاخر طبقة سفلية طيب وده كمان نتيجة بسبب الاحتراق الناتج من استمرار توجيه الشعاع على الطبقات يعني كمان بيقول لي لما اجي ازود الشعاع بتاع الليزر علشان خاطر يخترق الطبقات السفلية كمان اللي بيحصل لي الزيادة دي بتبوز لي في ابعاد القطعة نفسها بتبوز لي في ابعاد القطعة وده نتيجة لاستمرار الشعاع يعني زي محضراتكم كده عارفين تخيلوا لو احنا مسكنا مثلا مصمار او حاجة وفضلنا نحفر بيها في نفس المكان تمام في اول في اول جزئية بتبقى الحفر مزبوط في نفس النقطة طيب كل ما اجي ازود لتحت كل ما اجي ازود لتحت بيتحفر في نفس النقطة اما الجزئية اللي فوق اللي هي كانت مزبوطة في القص بتاعتها ابتدت توسع اكتر فبقيت الجزئية اللي فوق بتختلف في ابعادها في الطول والعرض بتاعتها عن اللي تحت وده نتيجة ليه ان انا كل شوية عمال ادخل الشعاع بتاعي ده اللي بيحصل اثناء عملية القص بالليزر كل ما ازود الليزر او توجيه الليزر اكتر عشان يخترق عدد طبقات اكتر من ثلاثة ففي الحالة دي بيبوز لي ابعاد القطعة بتاعتي فوق غير التحت طول ما هو مستمر هلاقي القطعة اللي فوق ابعادها ابتدت تقل طول ما هو مستمر ففي الحالة دي يبقى انا اجزاء القطعة بتاعت المقصوصة طلعت بايزة وفي الاخر المنتج بتاعها هيطلع غير مطابق للمواصفات ده في حالة لو زودنا عن اكتر من عدد ثلاث طبقات من القماش فوق بعضها تمام طيب يبقى لما ييجي سؤال يقول لي علل اختلاف ابعاد الاجزاء المقصوصة من الطبقة العلوية للسفلية عند استخدام القصب الليزر هنقول نتيجة او بسبب الاحتراق الناتج من استمرار توجيه الشعاع على الطبقات يبقى تاني يفهمنا ليه ابعاد القطعة بتاعتي بتختلف من اعلى طبقة الاخر طبقة في حالة لو زودنا اكتر من ثلاث طبقات يبقى نتيجة للاحتراق الناتج عن استمرار توجيه الشعاع على الطبقات كده احنا بالنسبة خلصنا اول جزئية او اول استخدام لمكينة القص بالكمبيوتر وهو كان القص بالليزر وده نوعية من نوعيات المتطورة للقص هو استخدام شعاع الليزر عرفنا سبب عدم انتشاره عرفنا ايه هي طريقة العمل بتاعته عرفنا شكل المكنة بتاعته عرفنا عدد الطبقات اللي هو بيحتاجها عرفنا المميزات بتاعته وعرفنا العيوب بتاعته ودنا امثلة للأسئلة كده بسيطة عليه تساعدنا على التركيز في اللم المعلومات بتاعتنا طيب دلوقتي هنبدأ مع مكينة جديدة او معدة جديدة من معدات القص الحديثة والمتطورة باستخدام الكمبيوتر وهو القص بالمياه هل فعلا في حاجة اسمنا اقدر اقص بالمياه طبعا فيه هي هتبقى نفس الفكرة بتاعت القص بالليزر ازاي الكلام ده نفس المكنة ونفس برضو السير ونفس الرأس ونفس العمود اللي بينزل منه السقب اللي بينزل منه الليزر هينزل منه سقب للمياه المياه دي بتكون بدفع شديد جدا 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 لدرجة انه بيديني احساس القطع بالسيف اللي هو بيقدر انه يخترق الخمات وهو اساسا كان بيبقى مستخدم في الحاجات الشديدة يعني الخشب قطع الخشب قطع المعادن وخلافه يعني قد ايه هو يقدر يقطع بالمياه اجزاء شديدة او عدد من الطبقات طيب هل النوع ده منتشر او مش منتشر هو منتشر اكتر في المجالات الاخرى هو حديثا في مجال صناعة الملابس وخصوصا احساس ان اي حد يخطر على باله معقول المياه هتقص طب هتبللي القماش طبقات القماش ايه اللي هيحصل لها والكلام ده كله لأ هو دي بتكون المكينة مجهزة زي ما فيها خزان للمياه بيدخلي المياه زي ما برضو بيبقى فيها جهاز لشفط المياه اول باول فما بيديش احساس ان فيه مياه متقدر تنتشر على القماش عن طريق طبعا خراطيم وعن طريق مجال مجاري صرف كده او نظام للصرف بيتم من خلاله سحب المياه هو للأسف النظام يعني مش منتشر الى حد كبير كنت حاب اوضح لحضراتكم عن طريق الفيديوهات الخاصة في مجال الملابس او قص مش اكتر بس هو للأسف اللي ظاهر معنا المكينة نفسها اما الفيديو بتاعها بيكون واضح عليه شعار المكينة او شعار المصنع المنتج لها بشكل كبير يعني علامة مائية كده كبيرة فجبتها لكم بشكل غير مباشر بتوضح القطع على خمات اخرى اللي هي كانت منتشرة بشكل كبير نشوف مع بعض كده القص باستخدام المياه بيكون عامل ازاي ده شكل المكينة بوجه عام دي فعلا المكينة اللي بتستخدم في القص بالقماش قص بالمياه للقمشة تمام هي بتكون بالشكل ده زي ما قدام حضراتكم برضو عندي عمود افقي وبيتحرك عليه الرأس اللي بتحمل السلاح او اللي بتحمل العمود اللي فيه الفوهة اللي هينزل منها او من السقب بتاعها المياه الدفاع الشديد طبعا برضو عندي اي دي الترابيزة او الطاولة بتاعتي برضو بتبقى من السير الجلدي المتحرك وهي بتتحرك كل ما بتخلص جزئية بتحركها للي بعدها ده جهاز الكمبيوتر وبرضو هو اللي بيكون متحكم في عملية الاصل يعني الرأس المتحركة بالمياه مش بتتحرك بمزاجها لا هي بتتحرك بناء على الاوامر اللي واخدها من جهاز الكمبيوتر ووظيفة العامل زي ما هو قدام حضراتكو هو المتابعة فقط لا غير ان هو اعطاء الاوامر وبيتابع عملية الاص طبعا زي ما شايفين قدام حضراتكو في عندنا خرطيم مختلفة اهي في حاجات علوية وفي حاجات سفلية طبعا وفي حاجات هنا خزان في الجم كل ده مرتبط بالمية اللي هو بيبقى محتاجها بيجي دخ المية عن طريق الخرطيم دي اللي هي موجودة فوق عندي بينزلها للسلاح ومن الطاولة بيتم شفطها مباشرة عن طريق نظام كده للمجاري مواسير وصرف اهي زي ما شايفين هي موجودة عندي تحت بيتم سحبها وطبعا المية اللي بتستخدم في هذا المجال بتكون مية نقية جدا وخالية من الشوائب او اي مواد اخرى بتكون مضافة لها عشان تقدر تحافظ لي على المنتج بتاعي الاجزاء المقصوصة بتكون بشكل جيد طيب بصوا كده ده لما نيجي نقرب على السلاح نفسه شايفين ده العمود اللي فيه سقب السقب ده شايفين نازل منه اللي نازل منه ده هو ده المية شايفين ان دفاع المية بيكون شديد قده بتقدر ان هي توصل للقطع معدن ان دفاع المية الشديد ده بيكون يستطيع قطع معادن يستطيع قطع اخشاب وخلافه ففي الطبيعي ان هو يقدر يقطع الاقمشة اللي احنا بنستخدمها في مجال الملابس طبعا اكيد ان هو ادام للمية يبقى باستخدام المية يعني مفيش ابخرة يعني مفيش حاجات مضرة للبيئة فبيعد اكتر الانظمة واكتر المعدات المستخدمة حديثة ومتطورة بيكون صديقة للبيئة يعني ما بتعمليش اي من انواع الضرر طيب تعالوا كده نتكلم عنها شوية بيقول لي ان هي بتعد مستوى متقدم وفريد في انظمة القص فريد يعني مختلف جدا ما يخطرش على بال حد ان انا اقدر استخدم المية في مجال القص مع ان من المفروض ان الفكرة دي برضو معروفة ديما من زبان لما برضو في احداث اكتوبر هي طبعا مثال بعيد عن مجالنا بس برضو في احداث اكتوبر لما كان خط برنيف برضو تم تحطيمه عن طريق دفع المية فهو كان برضو من الخرصانة الشديدة وبتوجيه المواتير وخراطيم المية بدفع معين او باتجاه معين اتدى ان هو ده يتحطم وينزل معايا فبالتالي تم استخدامه في تكسير او تحطيم خط كامل من المسلح او من المواد اللي كانت مجهزة او مجهزة به فحاصل منيع يعني ده كان حاصل منيع ان حد يقدر يعديه باستخدام المية ادرت جنودنا وقواتنا المسلحة ان هي تختارقه فاللي خلى ده نقدر نختارقه بالمية فطبيعي بقى خدنا الفكرة وطورناها ان احنا نقدر نستخدمها في مجال صناعة الملابس يعني هو فريد في مجال صناعة الملابس لكن تم استخدامه من عشرات السنين يعني في مجالات مختلفة نشوف كده مع بعض بنقول ان هي بتعد مستوى متقدم وفريد في انظمة القص كمان ان هو بيسمح بمرور بمرونة كبيرة اثناء عملية القص او العمل بي ازاي يعني ايه بيسمح يعني زي ما قلنا برضو في استخدام اشعة الليزر ان هو يقدر يقصلي في جميع الاتجاهات وبزوايا مختلفة يبقى زيه زي استخدام الليزر بسبب السقب بتاعه الرفيع ان هو زي المقص السيرفو كده بيكون رفيع فبيقدر ان هو يتحرك لي في زوايا مختلفة وبتكون زوايا دقيقة فبيطلع لي الاجزاء المقصوصة بتاعتي بتكون بشكل جيد مقصوصة بشكل جيد كمان بيقول لي ان هو بيمكنه قص خامات متنوعة من التخانات والصلابة التخانات اللي هي سمكها يعني سمك الخامة نفسها بيكون تخين والصلابة زي الاسبستوس زي الخشب زي الفوم والجلود وخلافه كمان هنا بيقول لي ان هو بيقص طبقة واحدة لكي تكون بجودة وكفاءة عالية يبقى هنا باستخدمه في قص طبقة واحدة احنا قلنا في القص بالليزر كنت اقدر استخدمه في طبقة واحدة او لا تتعدى الثلاث طبقات وعادة بيكون طبقات فردية ويطلعلي بشكل جيد ويكون على درجة عالية من الجودة باستخدام طبقة واحدة فقط هي اللي بيتم الصهم طيب نكمل كده مع بعض نظام العمل بتاعها بيمشي ازاي نعرف كده بيقول لي اول حاجة بيتم توجيه طيار مائي بضغط عالي جدا هنا الفكرة كلها الضغط العالي يبقى بوجه طيار الماء بضغط عالي جدا بوسط مضخة هيدروليكية هيدروليكية بقوة اد ايه بقوة 2700 ادم في الثانية الواحدة يبقى هنا الفكرة كلها في ان بيتم توجيه الطيار من خلال السوق برافية بالضغط العالي الضغط ده بيكون اد ايه 2700 ادم في الثانية الواحدة عن طريق مضخة هيدروليكية طيب سرعة الضغط دي بيكون اد ايه او سرعة توجيه الماء دي بيكون اد ايه بيقول لي تبقى 823 متر في الثانية الواحدة 820 متر في الثانية الواحدة يعني ايه الكلام ده يعني بيقول لي بيبقى ثلاث اضعاف سرعة الصوت ثلاث اضعاف يعني تخيلوا الصوت كده لما بيصدر من مكانة بتكون اسرع منه ثلاث مرات طيب كتر السقب ده اللي بيخرج منه الماء بالضغط العالي دي بيكون اد ايه 5 ملي متر 5 ملي متر تخيلوا اد ايه هو رفيع جدا يعني الملي متر اللي هي الشرطة الواحدة اللي موجودة في المصدر هو خمسها فبتتحول السرعة طبعا لطاقة حركية بدل ما هي بقت سرعة بقت حركة الحركة هنا اللي هي بتتم بيها عملية القطع تمام طيب بعد كده بيقول لي طيب نتيجة السرعة ونتيجة ضغط المية اللي نتج من السقب الصغير ده ايه اللي بيحصل بيقول لي بينتج عنه سقوب لقص الالياف يعني بتبقى سقوب كده صغيرة جنب بعضها بتقص الالياف طيب سمكها قد ايه بيكون 80 ملي متر دون حدوث التصاق لطبقات الرص يبقى انا لو عملت عدد طبقات فوق بعضها هي تقدر تخترق عدد الطبقات بتديني السقب الواحد 80 ملي متر من غير ما تعمل عملية لصق للطبقات فوق بعضها يعني بتبقى مختلفة تماما عن القص بالليزر زي ما احنا قلنا لو انا جيت اقص بالليزر هيبقى التوجيه شعاع الليزر هيكون لتحت ممكن نتيجة الحرق او استمرار التوجيه شعاع الليزر بيبقى في حدوث عملية انصهار خفيفة بتلزق الطبقات مع بعضها فما بيبقاش القص جيد هنا بيقول ان هو يقدر يخترق ولكن بدون حدوث عملية التصاق نهائيا يبقى انا بقص على طبقة واحدة بتكون افضل ان هي تطلع لمنتج بشكل جيد او مقصوصات بشكل جيد لكن هلأ اقدر استخدمه في عدد من الطبقات اه اقدر استخدمه في عدد من الطبقات بارتفاع وبدون حدوث اي التصاق نتيجة لدفع الماء تمام كده نرجع نكمل مع بعض بيقول بيتم توجيه طيار الماء المضغوط اللي هو بالضغط العالي يعني باستخدام الحاسب الالي يعني هو زي ما قلنا ما بيتحركش الوحده هو بيتحرك عن طريق الاوامر اللي جياله من الحاسب الالي طبعا على حدود او اجزاء البطرون المعدة سابقا اللي احنا عملنا لها عملية اعداد متعشين طيب زي ما قلت لحضراتكم احنا هنوضح اللي احنا بنقوله بشكل بس هو للأسف زي ما قلت لحضراتكم مش في مجال الملابس هو على الخامات الاخرى لحين ان شاء الله بس ما يبقى واضح قدامي فيديو خاص بالملابس بدون علامة مائية لأي شركة من الشركات هبقى اوضحه لحضراتكم نشوف كده مع بعض قوة القص بالمية بيكون عاملة زي هو مبدئيا اهو ده السلاح بتاعي وده العمود اللي في نهايته السقب اللي هينزل منه المية تمام هنشوف مع بعض كده ايه اللي هيحصل شايفين دي كاميرا تخيلوا شايفين المية نازلة بالرفع قد ايه وبصوا هنا عمالي على الارتفاع الصغير وهنا عمالي على الارتفاع الكبير عشان يبين لي قد ايه شوفوا كده ايه اللي حصل اه هنا برضو دي بندقية شايفين القص ده الجهاز ههو بيتحرك وايه دي ده الرأس وده السقب اللي فيه بينزل منه المية شايفين الضغط قد ايه ويه ماشي على ارتفاعات مختلفة وطلعة نازلة بصوا كده شايفين اتقسم 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 بناء على التوجيه بصوا دي كرة معدنية شايفين عشان نبين بس هو بيبقى في جميع الاتجاهات يقدر يقص المية شايفين القص ده ادي المية اهي بصوا كده شوفوا عمالي تالي ازاي هنا لو انا حابب اعمل على رسم بطرون هتخيل ان ده القماش وده اجزاء البطرون انا بمشي عليها اه دي اهو العمود وادي السوق بالمية نازل منه وبيتحرك بناء على رسمة معينة موجودة عنده على جهاز الكمبيوتر دي لما يجي مسلا انا اعملها استنبلية في مجال الملابس هعمل لها عملية طباعة او صباغة او خلافه اهي الصهالي وهي طلعها الوحدي شايفين بقيت بالمنظر ده طيب اللي احنا شفنا ده مكونات جهاز القص بالمية باقي زي ما شفنا مكونات لجهاز القص بالليزر برضو نفس الفكرة انا محتاج اعرفها في مكونات القص بالمية احنا كده اتعرفنا على جهاز القص بالمية بوجه عام وعدد الطبقات اللي يقدر يقصها والفرق ما بين وما بين القص بالليزر انا كمان عايز اعرف ايه هي المكونات بتاعته عبارة عن ايه نشوف كده مع بعض اول حاجة طبعا اللي هي الحاجة الاساسية بتاعتي خزان المية لان هو الجهاز اسمه القص بالمية فالمية ده العنصر الاساسي بتاعي فانا عايز اعرف المية دي جاية منين فهنا زي ما هنشوف كده مع بعض بيقول لي خزان لحفظ المياه وده بيكون مكانه فين اسفل الطاولة يعني اسفل المنددة بتاعت القص نفسها في بعض الانظمة التانية او بعض المجالات التانية اللي هي تطورت اكتر بيكون الخزان جنبيها مش لازم بيكون تحت منها بس مبدئيا اللي احنا متعارف عليه او المنتشر بيكون خزان المية بتاعه اسفل الطاولة اللي بيتم القص عليها طيب كمان بيقول لي مع وجود مع وجود خراطيم ومضخة هيدروليكية ما احنا قلنا ان المية لما بتنزلي بالضغط العالي ده او بالسمك الرفيع ده لازم تكون في مضخة هيدروليكية وعرفنا ساعتها الضغط بتاعها قد ايه والسرعة بتاعته قد ايه فهو هنا بيكون مع وجود اللي هي اللي احنا شفناها اللي هو بيكون الرأس اللي بتحمل عمود فيه من هنا سقب رفيع واللي احنا قلنا عليه هو كان السقب حوالي خمس ملي متر يبقى كده خزان لحفظ المية بيكون اسفل الطاولة مع وجود خراطيم الخراطيم طبعا هي وظيفتها نقل المية من الخزان للسلاح نفسه او لمكان خروج المية تمام فهي الخراطيم دي مع المضخة الهايدروليكية مع وجود اداة دقيقة اللي هي الصباع الرفيع اللي بيسمح بخروج المية وبيكون القطر بتاعه او قطر الفواهة بتاعته خمس ملي متر طيب نشوف كده مع بعض ده بيبقى شكله ده بيبقى الشكل بتاعه ده الخزان ودي المضخة بتاعته ده شكل تاني ده الجزئية اللي انا بقول لك احيانا بتبقى موجودة في الجنب مش لازم بتكون فيه او مش لازم تكون تحت المنددة اتحت الترابيزة طيب الطاولة نفسها او الترابيزة بتاعت القص نفسها زي ما احنا عارفين زيها زي باقي الانظمة عبارة عن سيور معدنية سيور معدنية مش سير واحد هي سيور بتكون مفرغة بها مجاري اللي هو مجال نزل المية لازم بيتم عملية شفط ليها زي ما نزلت مية لازم بيبقى فيه عملية شفط ليها فهي عبارة عن سيور مفرغة بتنزل المية اسفل منها بتاخدها بتبقى بتمشي في مجاري معينة او اذا كانت المجاري دي على حسب نظام المكنة بتكون في الجناب فبتعدي بتنزل في المجاري اللي بتبقى على جوانب الطاولة على حسب بقى وبيتم شفطها او سحبها وبيتم كمان عن طريق فلاتر بتتم تنقية المية من الشوائب زي ما قلنا عشان ما يبقاش فيها اي نوع من انواع العرقلة او التعطيل اثناء عملية الاص نشوف كمان بيقول لي من مكوناته حاسب قالي لينظم خروج المية وتوجيه يبقى احنا قلنا كان خزان المية وقلنا ان خزان المية لازم بيبقى فيه مضخة هيدروليكية وبيكون موجود اسفل الطاولة بتاعة الاص وقلنا ان هو بيكون مرتبط باداء دقيقة او رفيعة فيها صخب اللي هي توجيه المية تاني جزئية قلناها اللي هي طاولة الاص وقلنا ان هي عبارة عن سيور معدنية فيها مجاري بتستقبل المية النتجة عن الاص وفلاتر لتنقية المية من الشوائب النتجة عن عملية الاص اخر حاجة معي اللي هو الحاسب الالي وده اللي بينظم لي خروج المية وتوجيه على النقطة الخاصة بالاص نفسها ده شكل تاني للمكينة اللي بتستخدم فيه الاص للاقمشة بنفس النظام ده تمام وهنا الحاسب الالي بتاعها ده اثناء التحريك بتاعها لما تيجي تتحرك طيب مراحل الاص بالمية بتبدأ ازاي وبتنتهي ازاي مين بيبدأ قبل مين يعني انا بملى الاول ولا بيتقص الاول ولا اين اللي بيحصل بولي اول حاجة بتبدأ عملية الاص بيدخال المساحات المطلوب على الحاسب يعني انا لازم ادي الاوامر بتاعتي للحاسب الالي ودخله الرسمة اللي هو هيقص عليها اللي هو اجزاء البطرون والاعداد والتعشيق بتاعه على عرض قد ايه وطول قد ايه واشكال البطرونات اللي هيقصها ازاي يبقى بتبدأ عملية الاص بيدخال المساحات المطلوبة قصها على الحاسب بعد كده ثم ملء الخزان بالمياه بتكون المية بالمية الكافية ليه بحيس ان الخزان المية ده بيقدر ان هو يسع او بيقدر يملى 80 لتر مية يبقى انا املى الخزان بما يكفي بيصل معايا ل80 لتر بقى انا دخلت البيانات على الحاسب الاول وبعد كده ملية الخزان بمية يقدر يشيل معايا ل80 لتر مية طيب وبعد كده بيقول بيتم توجيه الجزء الخاص بالاص الى الاجزاء المراد قصها دون صعود ابخيرة ايه اللي قلنا فيها السوق بالرفيع اللي هو بيبقى كتره حوالي خمس مليمتر هو ده اداة القص بتاعتي وبوجهها حسب الاجزاء المقصوصة بناء على البيانات اللي تم ادخلها على الكمبيوتر دون صعود ابخيرة طبعا دون صعود ابخيرة غير اشعة الليزر خالص فهنا وقلنا ان القص بالمية هو قص صديق للبيئة يعني المية من ما تمش التعديل عليها اي حاجة او اضافة لها اي حاجة فهي واخد متاخدة من الطبيعة زي ما هي واستخدمناها فعشان كده ما بتسبب ليش اي ضرر لا على المنتج ولا على العامل اللي واقف كمان بيقول لي الخطوة اللي بعديها بيقول لي بعد القص بتقوم المجاري اللي هي موجودة في مجال الصرف الخاص بالمكينة بسحب المية لوسائل الصرف المتصلة بالجهاز يعني بعد ما تجمعت المية بيبقى في مجاري لها زي ما قلنا بتتجمع ويتم سحبها وشفطها لجهاز الصرف اللي هو متصل بالطربيزة بتاعت طيب لو جينا قلنا هل القص بالمية ليه مميزات وليه عيوب اه طبعا زي القص بالليزر زي اي نوع من النوعيات الميزات بتاعته اول حاجة ان هو وسيلة القص الباردة يعني ايه وسيلة القص الباردة يعني مالوش اي تأثير حراري على الخامات المقصوصة يعني معنا كده اننا اقدر استخدمه في في قص الخامات الصناعية او المصنوع من الالياف الصناعية اه طبعا مش هيعمل لي لها اي ضرر مش هيعمل لي اي عملية احتراق لأطرافها او ما خلافه لا خالص مش هيعمل لي الكلام ده يعني مش هيسبب لي اي ضرر عشان كده بنقول عليه وسيلة القص الباردة يبقى ما يجي لي سؤال في الامتحان علل بيطلق على استخدام القص بالمياه بوسيلة القص الباردة هنقول لانه ليس له تأثير حراري على الخامات المقصوصة تمام يبقى لانه ليس له تأثير حراري على الخامات المقصوصة نقول السؤال تاني علل بيطلق على وسيلة او آلة القص بين المياه وسيلة القص الباردة يبقى لأنه ليس له تأثير حراري على الخامات المقصوصة طيب ايه الميزة التانية اللي هو بيقدمها لي القص بالمية بيقول لي بيقص في جميع الاتجاهات يبقى زيه زي القص بالليزر بيقدر ان هو يقص لي في جميع الاتجاهات كمان بيقول لي ان القص بتاعه بيكون القص بانتظامية للاجزاء ممتازة من اعلى لأدنى قطعة يعني ايه الكلام ده يعني بيقول لي ان ابعاد المنتج بعد قصها بالمية مهما كان ارتفاع الطبقات بتكون من اعلى طبقة لأسفل طبقة جميع اجزاء القطعة اللي اتقصت بيكون ابعادها سبتة بانتظامية يعني ما بيفرق ليش مزي اشعة الليزر لما جينا قلنا عليها لو زودنا عن عدد الطلت طبقات بتغير لي في ابعاد المنتج بتاعي من اعلى طبقة لأسفل طبقة وقلنا ان ده كان نتيجة لاستمرار مرور الشعاع الخاص بالليزر فبيتم عملية حرق اكتر في الطبقات العليا في الحالة دي ابعاد المنتج اللي فوق بتقل او بتصغر او بيختلف شكلها عن الابعاد اللي تحت لان هو استمر الشعاع يمر عليها طيب هنا في القصب المية ما هو هو نفس الفكرة فيه برضو اداة دقيقة وبيخرج منها حاجة رفيع سقب رفيع بيخرج منه المية زي وزي الليزر طيب هل هنا ده زي ده لا بنقول المية بقى بتختلف مهما كان ارتفاع الطبقات ومرور المية فيها ما بيأصرش على ابعاد المنتج لا من اعلى طبقة ولا من اسفل طبقة فعشان كده بنقول ان هو بيحافظ بانتظامية على ابعاد الاجزاء المقصوصة من اعلى طبقة لاسفل طبقة تمام طيب نشوف بعد كده ايه الميزة التانية اللي بيقدمها لي او الميزة الرابعة اللي بيقدمها لي بنقول انه بيعد هذا الاسلوب صديق للبيئة صديق للبيئة طبعا احنا قلنا لان في الاول وفي الاخر دي مية والمية حاجة طبعية مخلوقة في البيئة يعني احنا ما عدلناش عليها لا ضفنا لها مواد ولا عدلنا عليها باي شكل من الاشكال عشان كده بيكون صديقة للبيئة ممكن اخدها مرة تانية واستعملها عشان كده بنقول ان فيه برضو عملية تنقية للمية من الشوائم خلاص كده يبقى يعد هذا الاسلوب صديق للبيئة ليه لانه ينتج عنه مخلفات غير ضرة للبيئة لانه اول نقول لانه لا ينتج عنه مخلفات ضرة للبيئة تمام يبقى ما بيطلع عليش حاجة تضر البيئة اللي بيطلعه برضو هي مية زي ما دخلنا مية بيطلع علينا مية كمان ايه هي تانية الميزة الخمسة بتاعته بيقولي ان هو بيقص الاسطح والاقمشة المستوية يعني يقدر يقص لي هل خمات مستوية مستقيمة شديدة اه في جميع انواع الخمات هو بيقدر يقص لي كمان القص بتاعه بيقدر سرعته بتصل لمية ادم في الدقيقة الوحدة نبقى برضو من الميزات بتاعته غير ان هو صديق للبيئة ان هو بيقدر يقص الاسطح والاقمشة المستوية والخمات الشديدة كمان ان هو بتكون السرعة بتاعته مية ادم في الدقيقة الوحدة ودي طبعا بيكون سرعة عالية وبتقدر تنجز معايا في الطلبات او في الطلبية اللي مطلوبة مني والانتاج بالكميات الكبيرة كده يبقى احنا اتكلمنا برضو عن القص بالمية وهي اتكلمنا عن القص بالليزر وعرفنا اه هي عم بما يميز كل منهم او الشائع عنه او ايه اللي متعارف عنه ايه هو الصديق للبيئة او ايه هو اللي لأه اه كمان عرفنا المميزات وعرفنا اه العيوب بتاعته اه كان باقي معانا القص بالاستخدام الموجات وهقولنا هو الاشعة فوق البنفسجية والاشعة تحت الحمرة وهي نفس فكرة القص بالليزر والقص بالمية مع اختلاف بسيط ارجو ان انتوا تسترجعوا معايا المعلومات مرة اخرى ونقدر برضو نعمل مقارنة بين مميزات وعيوب كل من آلات القص الحديثة والمتطورة ونقدر نقارن ما بينهم ونشوف مميزات وعيوب كل منهم ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا بحلقاتنا النهاردة اه واتمنى ان احنا نتقابل على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته